يسأل صباحكم أهلا وسهلا فيكم بها التوقعات الفلكية والأبراج واليوم بشكل استثنائي وبناء على طلب الكثار بدنا نحكي عن الاسم وتحليل الاسم من خلال الأرقام والحروف ورح نبدأ بحيدر وبدأي أنوه أنه أنا عم بحكي عن حيدر المولود بـ 10 شهر 2 سنة 74 ما بينطبق على حيدر ثاني التحليل هذا لأنه عم نمشي على الأرقام إذن حيدر الحاء والدال والراء مائي الياء ترابي ونرجع الحاء والدال والراء مؤنث والياء مذكر هذا الشخص هو طيب القلب بدرجة كبيرة لدرجة أنه يآثر الآخرين على حاله كريم يساعد الفقير يناصر المظلوم بنشوف هذا الشخص حظه أليل من الدنيا ولما بيسعى لشيء أو يتمنى شيء بيحصل عليه ولكن بعد مرور فترة طويلة جدا ليحصل عليه وبسعى كثير كبير وأحيانا ينسى الموضوع فبيلاقيه أنه عم بتحقق بعد مرور عدة سنوات بشكل غير مباشر أو بدون سعي بيلاقيه أنه المعطيات بتظهر لحتى تتحقق هذه الأمنية إنسان محبوب اجتماعيا وعنده علاقات اجتماعية كثيرة ولكن نتيجة الصدمات الكثيرة بالحياة لأنه حكينا لقدام أنه كريم ومعطاء وطيب القلب وبيعطي بآثر الآخرين على حاله فبنشوف أنه ردات الفعل السلبية من الناس بتخليه يتغير ولكن بعد عدة سنوات بعد التقدم بالعمر يستفيد من تجاربه وبيصير يحب حاله ويعتبر أنه هو أولا بيكون أفضل له بنشوف هذا الشخص كمان يعتزل العلاقات على كبر ويبتعد عن الحياة الاجتماعية سعيدة مواليد 24 شهر 8 1970 وأتمنى من اللي عم بحكي لهم أسميهم ما يرجعوا ويطلبوا لأنه بيظهر عندي أنه سبق وانطلبوا أسميهم هوائي عندنا السين هوائي العين والدال مائي الياء ترابي الهاء ناري وأن السين والدال مؤنث العين والياء والهاء مذكرة إنسانة قوية تغلب عليها العاطفة لذلك تقع بالمشاكل تتعلم من أخطائها مع تقدم العمر أيضا كثيرة العلاقات وكثيرة الأصدقاء أيضا ونشوف هذا الشخص ما عنده حدود أي حدا بيشوفه بيعتبره صديق وممكن يباشر معه بمشروع بعمل ممكن يدخلوا بيته مباشرة يعني إنسان طيب القلب لدرجة أنه يثق بكل الناس وهذا اللي بيخليه أنه يواجه لكثير من المشاكل اعتبارك أنه يعتبر هذا الشخص أنه كل الناس ما حط ثقة بيخليه أنه يواجه بعض السلبيات بالحياة وما رح يعتبر من حياة وحتى مع تقدم العمر رح يظلوا على هذا الموال إنسانة كريمة ومخلصة وجديرة بالثقة سمارة 31 شهر 12 84 السين هوائي الميم والألف والهاء ناري والراء مائي السين ميم راء مؤنث والألف والهاء مذكر إنسانة تعتمد الجدية بحياتها على كل المستويات وهاي الجدية بتخليها تبحث عن الكمال بتخليها من الظغر يعني نشوفها بعمر سبع سنين لعشر سنين بتبدأ تفكر برفاهية الحياة وكيف تحقق هاي المسألة فبنشوفها تعرف كيف تصرف المصاري وتجمعها وتعرف كيف تبدأ بالمشاريع إذن لأنها تحب تعيش رفاهية الحياة رح تعتمد أسلوب كثير دقيق بحياتها كمان تتقيد كثير بعادات وتقاليد المجتمع هادئة دوعا ما بتلاقي الحلول المناسبة الذكية جدا بتعرف كيف تحل مشاكلها بعيدا عن الالتجاء للقانون أو الالتجاء لاستشارة ناس أو تدخل أطراف أخرى إنسانة عصامية جدا وبتعتمد على حالها من سلبياتها أنها تتحدث عن أنصاف الأمور وبنشوفها بالحياة العاطفية هذا الشيء بيخليها نوعا ما تقع بالمشاكل مع الشريك لذلك بدك تنتبهي رح نحكي للماريان وبعدها رح نروح على الحروف عشان نجمع ما بين الاثنين ماريان عشرين شهر 11 الميم ألف ناري الراء مائي الياء والنون ترابي ميم ألف نون ياء مذكرة والراء مؤنثة إذا نشوف الحروف المذكرة هي أكثر من المؤنثة وهذا بيعطي القوة الكبيرة لماريان وبنشوفها إنسانة قوية تسترجع حقوقها حتى لو بعد ما مرأ سنين طويلة بتظلها منذكرة أنه لها حق عند الشخص الفلاني بتخطط كثير وإنسانة تعطي الثقة كاملة وما بتحب حدا يخون ثقتها يعني إذا ارتبطت بأي إنسان بده يكون هذا الشخص واضح وصريح مثل كأنها عم تطلع بمرأة أي شيء بيخبيه عنها أو بيحاول يكذب هي إنسانة ذكية جدا وتعرف تقرأ ما بين السطور وتقرأ العيون فبتكتشف الكذب وإذا اكتشفت الكذب رح تتراجع بالعلاقات مش بس العاطفية على المستوى الاجتماعي كله طيبة القلب ولكن ما بتسمع حدا يتجاوز معها الحدود مين ما كان حتى لو أقرب الناس لإلها عندها صعوبة بتحقيق أهدافها تتعلق كثير بالعائلة خاصة بالأطفال يعني العائلة هي الوحيدة الأطفال وأولادها هم الوحيدين اللي ممكن تتنازل فيها عن بعض مبادئها أو أنه تكون أقل حدية بالتعامل بما يحمي أطفالها ما تختبر صبر هاي الإنسانة أبدا لأنه إذا ألبت بتقلب ألبئوية كثير ممكن تقاذي فيما بعد طيب نجي على الحروف حكينا للألف والباء والجيم والدال بدنا نحكي لحرف الذال الذال حرف ناري وشمسي مخلص وفي جدير بالثقة اللي يبدأ اسمه بحرف الذال ما بيحب الكذب وما بيتعامل مع الشخص إذا صدر منه حتى لو بعض الأحيان بيسموها كذبة بيضة هو ما عنده كذبة بيضة وكذبة سودة كله كذب فحاول أنه إذا أنت بعمل أو بعلاقة مع حرف الذال الإنسان يبدأ اسمه بحرف الذال بدك تكون حريص على أنه تكون واضح وصريح وتحكي الأمور كلها مش أنصافها لحتى تمشي أمورك معه حرف الراء مائي وشمسي هذا الإنسان ما بيعرف اليأس يقع ويرجع يقوم يخسر ويرجع يباشر مرة ثانية إنسان بيحب يخطط كثير لحياته أحلامه كثيرة مهما طال الأمر بيظلوا يحاول أنه يحققها ولو حقق 2 من 10 بيكون هو مبسوط ممكن شوي نفسيت وتتراجع إذا شيء ما حصل عليه بعد تعب يعني إذا تعب كثير على شغلة وما حصل عليها ممكن شوي نفسيا يتراجع ولكنه بسرعة يرجع ينسى ويبدأ من جديد حرف الذين هوائي شمسي يحمل صفات متضاربة يفرض رأيه ولكنه محبوب ولطيف يتحول إلى عصبي وشرس إذا تعرض للخيانة أو ردات فعل سلبية من الأصدقاء المقربين أو الأقارب أو حتى مع الشريك فحرف الذين اسم هادئ يبين عليه ولكنه بعصب إذا مسته الأمور بكرامته وبقراراته وبشيء عزيز عليه حرف السين هوائي شمسي والشخص اللي يبدأ اسمه بحرف السين طيب القلب ما بيعبر عن مشاعره كثير ولكن بأعماله ممكن بأفعاله ممكن أنه تشوف حبه ورومانسيته شخص يساء فهمه أحيانا لذلك اللي يبدأ اسمه بحرف السين بده يكون دقيق باختيار كلماته وجمله ويكون واضح بطرحه للأمور لحتى لا يساء فهمه طيب وصلنا لحرف الشين إن شاء الله بكرة رح نكمل الحروف وأنا عم بشتغل على دورة فلكية جديدة لشهر شباط إن شاء الله رح نبدأ فيها بعد بكرة بإذن الله يسأل صباحكم صحة 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 مارتنا شكرا